عندنا مباراة مهمة جداً بعد بكرة أكيد حضراتكم أو كلنا كأهل وياف انتظارها الأهلي مع فيتا كلاب الكنغولي في استاد أو في العاصمة الكنغولية كنشاسة في استاد الشهدة مباراة مهمة قوي قوي هقول لكم بسرعة أخبارها كان برضو يبقى معنا زميلي كامريم لكن لضيق الوقت هقول لكم الأخبار بسرعة جداً النهاردة كان لصارتي في مران اليوم أعتقد انتهى كان الساعة 8 ونص المران بدأ أعتقد دلوقتي طبعاً يعني ممكن يكون لسه في التمرين أو خلص لكن قلنا أن لصارتي خلص أو مباراة قال مفيش تمرين نظر للإجهاد الشديد في رحلة التهيران كان نهاردة أول تمرين وإن شاء الله يكون في بكرة تمرين تاني سيد عبد الحفيظ طلب أن يكون التدريبتين على ملعب الشهدة النهاردة وبكرة علشان لعبة تتعرف أكتر على هذا الملعب اللي هتقوم عليه المباراة وانتو عارفين المباراة هتقوم على نجيل الصناعي وانتو عارفين نجيل الصناعي بقى مؤرف قوي للعب تلكورة بشكل عام علشان كده سيد عبد الحفيظ عايز تمرينتين على هذا الملعب هقول لكم بالزبط قال إيه طلب من إدارة نادي فيتا كلاب الكنغولي خلال الساعات الماضية نهو يتمرن على الملعب قبل المباراة الرسمية جاء طلب سيد عبد الحفيظ وفقا للوائح المنظمة لبطول الدوري الأبطال والتي تسمح للفريق أضيف بخوض ميرانين على ملعب المباراة إذا كانت أرضياته من النجيل الصناعي حق مشروع جدا للنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عارف كل حقوق النادي الأهلي يجبها الحمد لله ما بتطلبش حاجة أكتر من حقنا قولنا قبل كده وبنشيد دايما بدور سيد عبد الحفيظ ما شاء الله حاجة تفرح جدا للنادي الأهلي واجهة مشرفة بصراحة في إدارة الكرة بفريق والنادي الأهلي الكبير اجتماع فني للمباراة الأهلي مع فيتا كلاب بعد ظهر الغد بعد الجمعة إن شاء الله يكون فيه اجتماع فني بيحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامير عدلي المدير الإداري كما يحضر الاجتماع أيضا منصق ومراكب المباراة وطاقم التحكيم ووافد من نادي فيتا كلاب الكنغولي وذلك الاتفاق على كف التفاصيل المباراة السيد طارق أنديل لعضو مجلس إدارة نادي الأهلي ورئيس بحثة النادي الأهلي بالكنغو كان بيتكلم أن سيد السفير حمدي شعبان كان عازم الفريق على تناول وجبة الغزاء لكن طبعا عارفين أننا عندنا مباراة مهمة أوي فطارق أنديل عضو مجلس إدارة اعتذر أن اللاعبات تكون موجودة لكن هو لب هذه الدعوة بصفة رئيس بحثة النادي الأهلي وكان معاه أعتقد لكم الخبر بالزبط كان معاه سامير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق لباحثة النادي الأهلي باستثناء طبعا لعيبي النادي الأهلي وأكيد هيبقى فيه دعوة أخرى من سيادة السفير بعد المباراة إن شاء الله يكون فرحانين كلنا زي ما قلت الحضراتك المفروضة يبقى معايا كريم نطمئنكم على كل الأخبار لكن إن شاء الله يكونوا مع أو يدخل مع المهندس عادل القوي يطمئنكم على كل تفاصيل المران النهاردة وكل التفاصيل في المعسكر في النادي الأهلي دي لقطات حصرية كانت قدام حضراتكم النهاردة سيد عبد الحفيص بيقول إن فيه ثلاث عوامل بتزيد من صعوبة مواجهة فيتا كلاب الكنغولي ثلاث عوامل أبرزها تطور فريق فيتا كلاب الملحوظ وأكيد النادي الأهلي بقدر صار تمتابع فريق فيتا كلاب في الأولية الأخيرة بيقول إنه فيه تطور فيه أداء وزائد إنه هو بيجيد اللعب في ملعبه عارفين طبعا الأجواء الأفريقية وعارفين الملعب الأفريقية وعارفين جمهير أفريقية وعارفين طقس الأفريقي بيبقى مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا عارفين عشان كده بيقول سيد عبد الحفيص إنه هو متخوف شوية من الأجواء الأفريقية ومن أرض الملعب ومن صعوبة الخصم على أرضه أقول لكم بالزبط كمان قال إيه؟ قال إن المباراة صعبة في ظل سعي المنافس لتحقيق ألفوز باعتباره السبيل الوحيد أمام المنافسة على بطاقاتي الصعود لدور السمنية أضاف أن الجهاز الفني بالقالي حرص على دراسة فريق فيتا كلاب للتعرف على نقاط الكوى ونقاط الضعف كما أن الفريق يؤدي بشكل مميز على أرضه ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي ده كان كلام سيد عبد الحفيز أشار سيد عبد الحفيز لأن أجواء المباراة زي ما تكلمت مع حضرتكم من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء شدد عبد الحفيز على ثقة أو ثقة وفي قدرة لعيب الآلي كالعادة كلنا ثقة في لعيب الأناد الآلي بخبرتها بعناصرها المميزة جدا أنها تكون إن شاء الله عند حسن ظننا والتغلب على الصعوبات في هذه المباراة قال كمان خبرات لعيب الآلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة محمد يوسف بيقول نلعب دائما على الفوز وفي تا كلاب خطير على أرض نفس السياق بتكلم فيه محمد يوسف اللي تكلم فيه سيد عبد الحفيز قال في تا كلاب خطير جدا على أرضه وصف المباراة أنها مباراة حاسمة للنادي الأهلي وأيضا حاسمة لفيتا كلاب آخر حظوظ في تا كلاب في هذه المباراة المباراة تكون في منتهى القوة اللعبين لازم ياخدوها بالمفهوم دا مباراة ياخدوها بمنتهى القوة عارفين كويس قوي ده كلام محمد يوسف نقاط الضعف ونقاط القوة في فريق في تا كلاب الكنغولي عشان كده إن شاء الله هنلعب على نقاط الضعف ونبقى حرصين جدا من نقاط قوة هذا الفريق الأهلي جاهز لخوض هذه المباراة كلنا سكة جاهز فني جماهير عضاء مجلس إدارة كابتل محمود الخطيب رئيس نادي كلنا سكة بصراحة في هذا الفريق إن شاء الله نواحق طموحات جماهيره في الفترة المقبلة دي كانت أخبار النادي الأهلي في عجالة حبيت بس أطمينكم عليها